اشتركوا في القناة ولا تبخلوا علينا احياكم الله في هذا الفيديو احبتي لتلبية لطلبات الاخوة المتابعين والمشتركين طريقة صنع ميزان للباشق والميزان هو يضع للباشق طريقة صيد الصقور بالكوخ وجميعكم يعلم هذه الطريقة فيما سبق عرضت لكم عندي فيديوهات تجدونها في القناة لطريقة صيد الصقور بالكوخ فالميزان يضع للباشق او للغراب فلصنع الميزان هناك طريقتين ان شاء الله اخترنا لكم الطريقة الابضل فيما سبق ايضا عرضت لكم فيديوهين لطريقة صنع ميزان الباشق الطريقة الاولى سوف ارضع لكم ان شاء الله رابط الفيديو والطريقة الثانية هي اللي راح تشاهدونها الحين وقبل ما اعرض عليكم ان شاء الله الطريقة اتمنى منكم سوف اعرض عدة لغاهات للغناة او لوجو مثل ما يقول للغناة هاي اللغوة اللي راح تشوفونا همامكم هو راح اضع ليهن رقام كل لغو راح اضع ليه رقم اتمنى منكم ان تختاروا لغو مناسب للغناة طبعا امركم ورأيكم يهمني نحن بهالقناة اخوة مجتمعين من كل البلاد من كل المناطق اخوة وعزيزين علي جميعا سواء كنتوا طواريح ولا صيادين ولا مبتدئين في هواية صيد الصقور هذه هواية اللي عشقناها واللي حبها تغلقها في صدورنا وصارت تجري بدمنا توارفناها من الاجداد ليومنا هذا فبارك الله عليكم اللغوهات اللي راح تشوفونها راح اضع ليكم ارقام واختاروا لوغو نسبة لعدد الارقام اللي راح تختارونها سواء اخترتوا رقم واحد ولا اثنين اللي راح يختارون الرقم الاكثر راح اضيف هذا اللوغو للغناة طبعا انا اللوغو اللي يحاطه كما تشاهدونها الهو الحين امامكم هذا هو اللوغو اللي انا من بديت القناة واضح هذا اللوغو للغناة فحاب اضيف لوغو جديد للغناة بارك الله بيكم نطلعكم ان شاء الله الحين على طريق صنع الميزان للبيشق هاي الطريقة هي اللي قدتها الطريقة الافضل والانسب للبيشق ما تعيق البيشق لا تعذب البيشق يوم ان يصير هوا هوا شديد الطريقة السابقة هي اللي تعتمد على ثلاث نقاط النقطة الاولى انك تضع الخيط برقبت البيشق وهذا الخيط يكون ملتقي بخيطين مرتبطات ايضا برجلين البيشق ويتلاقن كلياتهم بعقدة وحدة يربط فيهن المدور المدور بعد ان شاء الله الحين عرضكم هو المدور اللي وظيفته انه مشان ما يتعقد وياك الخيط ويبرم على برمة البيشق فيتعقد وياك شثير وراح يعذبك ويسبب لك عدة مشاكل فهذا المدور وظيفة جدا مهمة ويجب على كل صقار او مثل ما نقول كل طاروح اللي يمارس هاي الهواية يضع المدور كم تشاهدون احباتي الخيط اللي راح تربطون فيه والخيط الثاني او مثل ما نقول الجلد انت حسب العرض انت تقدر العرض اللي تبيه وحسب متانة الجلد وقوته فتعتمد على عرضه اذا كان جلدك اللي راح تستخدمه مش قوي فتعرضه شوي حتى يصير فيه قوة حتى ما ينقطع وياك فاذا كان قوي لا ترفعه حتى البيشق ياخذ راحته يوم من الطيره في السماء فاحبتي هاي الطريقة الافضل والانسب اللي كما تشاهدونها والافضل من الطريقة السابقة الطريقة السابقة هي راح تعذب البيشق يوم من تشد البيشق وفي نسبة هواء شديدة وعادة ما يكون فيه نسبة هواء يوم من شد البيشق يعني زي ما كنت متمرس وعندك خبرة سابقة وقوية فالطريقة هذي تحتاج لها لدراية كيف الخيط اللي نازل من القبط البيشق توصلها مع العقدة اللي راح تلاقى فيها رجلين البيشق فراح تكون لازم جدا متوازنة حتى لما يتم الشد يتم بثلث خيطان تكون نقطة السحب علينا الثلاثة فبعض الأخوة يشدهم ويخلي مسافة لرقبة البيشق فيصير الشد لوين على الرجلين فرجلين البيشق يتملخ يتعذب الحيوان كثير لا هاي حرام فالأخوة المتمرسين واللي عندهم دراية بصناعة الميزان تكون نقطة الشد على الثلاث نقاط الرقبة والرجلين بنقطة واحدة فيتوازن البيشق ويطير بحريته لكن الأفضل إذ ما كان عندك الدراية كاملة بصنع الميزان السابق هاي طريقة أفضل لك جدا وكثيرا فيها رياحة للبيشق يوم يطير في السماء يتحرك بكيفة ونوه أخوتي جدا للمدور المدور هو وظيفته أنه يفصل البيشق عن الخيط الخيط واصل لك للكوخ خيطك هذا يوم من تشد فيه البيشق يوم من يطلع للسماء وينزل أو البيشق يبرم فإذا ما كنت واضح هذا المدور الخيط راح يفتل مع فتلة البيشق دوران البيشق فرح يتعقد معاك كثير فرح تلجأ أنك كل شوية تطلع من الكوخ وتفك العقد هاي فالمدور راح يفصل بين البيشق وبين الخيط فيكون له راسين والراسين دورانهم بشكل حر مش متواصلات بعضهم فالبيشق راح يكون دوران وحر الحالة والخيط كذلك الأمر بعض الأخوة يضعون مدورين مدور عند النقطة اللي تلاقن فيها الخيوط ومدور الثاني قريب له للكوخ فبهاي الحالة يرتاح الكواخ كثير وما يحتاج يخرج برا ولا يفك عقد والخيط يبقى كما هو فبرك الله بكم كما تشاهدون أيضا أنوه البيشق هذا شوي تعبان لأن بسبب حيوان ثاني نسميه القط أو البس كما نقول للأسف هجم عليه والحمد لله نلاحقناه بآخر ثواني كان ولا عاش صار البس أيها بالله فاستعنا بهذا البيشق حتى نوضح لكم الصورة الوافية وإن شاء الله تكون الصورة واضحة وكاملة الوضح هذا الميزان طريقة تصنعها جدا سهلة ما تحتاج يعني تعقيد وأيضا طريقة تلبيه سهلة البيشق أيضا كم تشاهدوني إن شاء الله صورة تكون واضحة أيضا ما تحتاج تعقيد شثير فبرك الله بكم أتمنى منكم ألا تبخلوا علينا بالإعجاب العجاب يا شباب اللايك حتى هالفيديو ينتشر ويوصل كثير من الأخوة اللي حابين يبتدوا بهواية صيد الصقور بهالهواية الجميلة اللي عشقناها جميعا هذه القناة أحبتي جماعتنا من كل البلاد طواريح وصقارين مبتدئين بهالهواية بارك الله بكم أتمنى ألا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعار بكل فيديو ينزل على هذه القناة حياكم الله طبتم وطيبا يومكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة